أكد سعدة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في دورتها الرابعة ستسهم في تعزيز مشاريع الأمن الغذائي في البلاد من خلال تناولها عددا من المحاور المهمة في عملية التنمية الزراعية الشاملة وأشاد سعدة الوزير بلمبادرة الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في إطلاق جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية بهدف خلق بيئة تنافسية إيجابية بين أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين والباحثين في المجال الزراعي مشيدا في الوقت ذاته بالدعم المستمر الذي تقدمه قرينة عاهل البلاد المفدة وحرصها على تطوير القطاع الزراعي في البلاد وفق أفضل الأسليب الحديثة في الزراعة وأكد الوزير خلف أن الوزارة لن تألو جهدا في دعم هذه المبادرة الكريمة من خلال عملها الميداني وتنسيقها المستمر بين مختلف الجهات المعنية بتطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الأمن الغذائي في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر